الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صبحانك لا عد لنا إلا من أعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنه مفاتح غيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من في طرنات الأرض ولا بطل ولا يارس إلا في كتاب المبين رحم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنيتها شيئا سهلا اللهم رب العليل وميكايل وإسرار فينا وحاملة العرش فراطة للسماوات للبر عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عجالك فيما كانوا فيه يختلفون أهدينك مختلف فيه من الحق بإذنك إنك تندي من أشالها أو إلى صراط مستقيم ثم أنا بعد تلازم الحديث موصولا بشرح لتني أقرب المسارك إلى مذهب الإيمان المالك المسمى بشرح الصغير لسيدي أحمل التدليل وضغو دعانه وذلك بالأدنك وما زلنا في بيان سنن الصلاة وقد ذكرنا في الدرس الماضي سبع سنن من سنن الصلاة ذكرنا قراءة آية أو سورة بعد الجازح والسر والجر وكل تكبير وكل تسميع وكل تشكت أو وقفنا عند التشكت التشكت والجلوس له يعني أن السنة السابعة والسنة السامنة التشكت والجلوس له يعني أن التشكت سنة مستقلة والجلوس له سنة مستقلة ولذلك من ترك التشكت يبقى ترك سنتين ومستحق وهو لبص التشكت ولذلك يسجد قبل السلام يعني من الناس يتشكت الأوصر يعني ترك التشكت وترك الجلوس له مدام استقل قائما يبقى ترك التشكت وترك الجلوس له فترك سنتين ومستحق وهو لفظ التشكت بخلاف من ترك السورة يبقى ترك سلاس سنة ترك السورة وقيام لها وكونها سر سر أوجه فإذا ترك التشكت لا يرجع له لا يرجع من فرض إلى سنة وإنما يسجد قبل السلام وصلاة والسلح وإن رجع أساء وصحب صلاته كما سياتي السدود الساعة ولا تبطل الصلاة عندنا إذا رجع الجميع بعد أن قام وجلس للتشكت الأوسط وسابعها كل التشهد وسامنها جلوس لهم طبعا التشهد والجلوس لهم تكملة للسنة الثمانية المؤكدة في الصلاة التي يسجد لها وما سواها من السنة البقية اللهم ستة لا يستدلها يبقى عندنا السنة والقياه لها والسر والجعب والتكبير والتسمية والتشهد والجلوس طبعا دي إيه دي اسمها إيه السنة الثمانية المؤكدة بحيث لو ترك منها شيئا سجدت الظهرة أو العصر أو أخيرة المغرب أو أخيرة العشاء يبقى أزايا يسجد بعدها السلام كما سيأتي تفصيل هذا في سجود السنة لكن هي طبعا السنة الثمانية الدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسي في صلاته لم يذكر له هذه السنة وإنما ذكر له الفرائد ذكر له الفرائد فقط ولم يذكر له هذه السنة هذا هو الدليل يعني وروا عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيء عن ابن عمر قال وضعا ليس من صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الرقعتين وتشهد وتسليم فإن لم يفعل ذلك سجد سجد تيمين بعد التسليم بعد إيه التسليم وهو جائز طبعا السجود بعد السلام وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والسجود قبل السلام وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن التفصيل عندنا في المالكيرس النقص قبل والزيادة بعد لكن الإمام الشافر يسجد قبل السلام في الزيادة والنقص الإمام أبو حنيف يسجد بعد السلام في الزيادة والنقص والإمام أحمد يسجد فيه ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسجد قبل وما سجد بعد يسجد بعد وما لم يارد في السنة يوافق فيه رأي المالكية النقص قبل والزيادة بعد ده تفصيل الألم الأربعة في سيود السهو بالنسبة لهذه السنة السنة التاسعة طبعاً بالنسبة للتشاهد لبس التشاهد لم يذكره منها الشيخ الدرد العلم لكنهما ذكر في الموقع موقوف على سيدنا عمر رضي الله تعالى كانت سيدنا عمر رضي الله عنه يعلن الناس التشاهد كيف يتبان وهو على المنور التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله كان ابن عمر يزيد وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسول ده لفظ إيه؟ التشهد ده الموقوف على سيدنا عمر والعلماء يقولون الموقوف يعني له حكم الرحم لأن هذا لا يقان من قبل الرحم يعني بد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طبعا أحاديث عن ابن مسعود وطلعا بإثبات الواق التحيات لله والطيبات والصروات لله يعني هنا رواية الإمام مالك من غير وعب التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصروات لله هذا الفرق بين رواية نحن والرواية داقي العلم أخذوا بحديث ابن مسعود بإثبات الواق التحيات لله والطيبات والصروات لله في هواق وكل وارد موجود في البخاري والموطة وغيرهم عن كتب السنة هذا لفظ التشهد لفظ إيه؟ لفظ التشهد الوارد في السنة وذلك طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيك في صلاة الجنة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش وافترش فاخذك اليسر وافترش فاخذك اليسر يعني إجلس عليه ثم تشهد ثم إيه؟ تشهد ولذلك اللفظ الوارد مندوبه فالجلسة الأخيرة أن الجلسة التشهد الوسطى فيها الجلوس سنة وقراءة التشهد نفسه سنة ولفظه الوارد سنة يعني لو واحد مثلا يعرفش الفاظ التشهد فجلس ومسلا قال أشهد أن لا إله إن الله وحده والأشريك كما وأشهد أن الله أعبد ورسوله وقام يبقى كفى هذا لكن لم يأتي بالنفذ المندوب الوارد يبقى ترك إيه؟ مندوبا ولا سجد عليه يعني في واحد عامي يقول لك يا عامي انت شهد تصعب عليه؟ فلو قال هذا كفى تشهد يعني شهادة التوحيد والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاسعها تاسع السنن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أخير أن التشهد الأوسط إلى قوله وأشهد أن محمد العبده ورسوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في التشهد الأخير قال الشيخ بأي لفظ كان يعني لو قال الله وصل على محمد للنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كفى أتى بالإيه؟ بالسنة من سلم الصلاة وقيلة مستحبة أو فضيلة من فضائل الصلاة لكن المدود طبعا أقل من السلم لكن لاحظ أن الإمام الشافعي وأحمد أوجب الصلاة على المبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فعندهم من تركها بطلت صلاته ها الإمام الشافعي المشهورة أي البيتان المشهوران يا آل بيت رسول الله حبكم فرد من الله في القرآن أنزأه يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لن يسل عليكم لا صلاة لا هذا رأي الإمام الشافعي وأحمد أضمار أما عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك فهي سنة من سنة الصلاة وقيل بل هي منذوبة كالدعاء بعدها يعني قبل السلام بما أحب كما يأتي يعني الدعاء لأن النبوة الصلاة قد ثم بل يتخير من المسألة ما شاء يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما أحب وأفضلها أفضل السير ما ورد في الصحيحين والموطأ وغيرهم أفضلها وأفضلها أصلي على محمد وعلى آل محامد كما rob ورد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما برد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حبيب المجيد وذي ولده طبعا ايه؟ في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة اما زيادة لفظ السيادة استحبها الامام الشافعي رضي الله تعالى قال بيع مستحر استحباب زيادة لفظ السيادة قبل اسمه صلى الله عليه وسلم تأدبا مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندنا في المالكية تكره زيادة لفظ السيادة اتباعا للوارد فالامام مالك نظر الى الامتسال الوارد والامام الشافعي نظر الى التأدب مع اسمه صلى الله عليه وسلم واحد الشافعية الشيخ احمد بن محمد السديق الرمالي يعني هو مالكي لكن الف رسالة او كتاب كبير حوالي اكتر من حوالي اصحة واسمناه تشميف الاذان باستحباب زيادة لفظ السيادة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة والاقامة والاذانة وذكر اكثر من ثلاثين دليل على استحباب لفظ السيادة قبل اسمه صلى الله عليه وسلم يعني من زاد لفظ السيادة له ذلك وهو أحسن من أن يقول اللهم مصنع على محمد المعلى للأدلة الكثيرة بخلاف الجهلة المدينة لا نتضل بتسييد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في حتى في الخطب ولا في أي شيء يقول لكم صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويرخل بنفس السيادة قبل سنة صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في أي سنة سبحانه مع أنه أحيانا يقول لهم واحد مماسك تفضل يا سيدي تفضل يا سيدي والقرآن أطلق لفظ السيادة على الزوج قالوا ألف يا سيدة لدى الباني وقال في شأن السيدة من أحيان وسيدا وحصورا ونبيا من الصلاة والنبع وقال على سيدنا حسين إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد والسيد هو العظيم السيد معناه هي الرجل العظيم إن ابني هذا سيد وقال للأنصار حينما قدم عليهم سيدنا سعد ابن العظيم كوموا إلى سيدكم في البخار كوموا إلى سيدكم يعني أعظم يعني كزيادة لفظ السيادة قبل اسمه صلى الله عليه وسلم هي من باب التعزير والتوقير لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشيخ أحمد بن عظيم الله سكندر المالكي قال وعلم أن في السيادة سرا وعلم أن في السيادة سرا لمن واضب على تلك العبادة لعيب التعظيم باسم النبي صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزرونه ونصرونه والتعزير هو التوقير إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرونه وتوقرونه وتسبحوا بكرة واصل التعزير والتوقير راجعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعاشرها عاشر سنة من سنة الصلاة السجود على صدور القدمين وعلى الرقبتين والكفين وأوجب الشافعي ذلك والمشهور عندنا إنما يجب على الجبهة لقوله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أسجد على سبعة أعضم وفي نظر على سبعة أعضام اليدان والرقبتان 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 والجبهة والجبهة يبقى إيه قادي السبعة إحنا لدينا المشهور السجود على إيه؟ على الجبهة أما السجود على اليدان والرقبتان وصدور القدمين السجود على الصدور القدمين خلي بقى لكن كده يبقى إيه ظهور القدمين ففي بعض كثير من الشباب والناس والرجال تلاقيه يقوم بإصالة تلاقيه مطروحة كده كده وقت لكن السنة يبقى كده وقت يعني باطل المصابع مصابع الرجلين تكونوا على الأرض هكذا لكن كثير من الناس يعمل كده وبعض طبعا إيه؟ تلقى رفعهم كده يبقى ساجد على خمسة بعض الشباب تلقى رفع اليدان مش حطيتهم على هيطير ها؟ ايه؟ ها؟ وأحيانا يحط رجل على اليدان هذا جهد جهد بصفة الصلاة لكن كان صلى الله عليه وسلم كما تكون السيدة عائشة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف قدميه يصف قدميه صلى الله عليه وسلم يعني هم قائنتين هكذا وفي الواية كان يعني يقرنهما وهو ساجده يعني في الواية كده والواية ايه؟ كده يعني السنة يخلي باطل إبهام أو باقي الأصابة على الأرض يبقى كده ساجد على سبعتين أعضاء هذه سفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ذكر الشيخة معاشرها السجود على صدور القدمين وعلى الرقبتين والكفين الإمام الشافعي أوجب ذلك يعني كده اللي بيرفع ليه من وراء ما يحطهمش على الأرض ثلاثة باطلة عند الإمام الشافعي ليش؟ لأنه نقص يعني واجبا من واجبات الصلاة وحادية عشرتها السنة الحادية عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن كان على يساره أحد شاركه في رقعة فأكثر لا أقل السنة الحادية عشرة رد المقتدي السلام على الإمام طبعا السلام على اليمين دواجة ورق لنا كان الصلاة لكن السلام على الإمام نحن عندنا نسلم كام تسليما ثلاثة تسليما على اليمين وعلى الإمام وعلى اليسار إن كان على اليسار أحد إن كان على اليسار أحد أدرك رقعة فأكثر لكن إن أدرك التشبه فقط أو لا ندرك شيئا إن أدرك يعني إن أدرك أحد يعني إن أدرك أحد يسلم على اليمين وعلى الإمام هذا مذهب الإمام والمالك رضي الله أدرك الدليل طبعا الدليل على السلام على الإمام وعلى كل ما الدليل على ذلك الحديث سامرة بن جنب قد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الإمام وأن تحاب وأن يسلم بعضنا على بعض زاد البزار في الصلاة والسند حسن سند الحديث حسن وكان ابن عمر رضي العم كان سيدنا عبد الله ابن عمر رضي العم إذا سلم من الصلاة رد على الإمام يعني يسلم على اليمين وعلى الإمام السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله من كان على اليسار أحد ولكن السلام على اليسار خروجا من الخلاف أفضل ليه؟ لأن الإمام أحمد ابن عمر يوجب السلام على اليسار خلي بقى وإحنا دين حتى الشيخ الترذيق بمراعاة الخلاف أفضل يعني الشيخ عليش المالكي قال هذا بقى الصلاة أو العبادة العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلفة العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلفة فالسلام على اليسار مطلقا سواء في حر أو في حر واجب عند الإمام أحمد وسنى عند الإمام الشافح لكن التسليم الأوند واجب أو ركن عند الجن والتسليم على الإمام ده سنى عند المالكية فقط والحديث معنا وعلى اليسار الأفضل أن يسلم على اليسار سواء فيه أحمد أو فيه أحمد خروجا من الخير وأجزأ فيه أي في سلام الرد على الإمام والمأموم الذي على اليسار سلام عليكم بالتنكير من غير ألف لا وعليكم السلام بتقديم عليكم يعني لوحد قال السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم صحيح أو قال السلام عليكم أهم شيء دي السلام عليكم السلام المعرف بالألف واللام وتقديم السلام أنا فاشيح يقول عليكم السلام عليكم لكن تسليمة الرد على الإمام وعلى اليسار يجوز فيها سلام عليكم وعليكم السلام يجوز فيها السلام عليكم جهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد في ماذا الإمام مالك يستحب الجهر بتسليمة التحليل بالنسبة للمأموم والمنفيد طبعا الإمام يجهر بيها طبعا علشان كما في كل التكريرات وكل التسمعات الإمام طبعا يجهر بحيث يسمع من خلفه لكن المأموم يعني يقول السلام عليكم يعني يسمع نفسه أو من بجوان يعني لا يقومها سرا بحركة اللسان يقول السلام عليكم لكن تسليمة الرد على الإمام على اليسار يقولها سرا السنة الثالثة عشر إن صارت مقتدم أي مأموم في الجهل أي جهل إمامي السنة إن سمعه المقتدم بل وإن لم يسمع قراءته لقعد أو صنم ونحو ذلك أو سكت الإمام لعارض الأولى كي يسمع بعد تكبيرة الإحرام أو بعد مفاتحه أو السورة يعني إن صارت المقتدم هو إن صارت المأموم من السنة أن ينصت المأموم عند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية وذلك لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصبه قال سمعه المأموم أو لم يسمعه يعني يفرض واحد أصم أو أفرس أو بعيد لا يسمع الإمام فيكتب ويثبت في الجهل سواء سمع الإمام في صلاة الصح أو المغرب أو العشاء ينصد حتى ولو لم يسمع قراءة الإمام يعني حتى لو سكت الإمام لعارضه أو لا يعني إفرض الإمام سكت أستائل تراه كذلك الإمام المأموم لا يقرأ هنا كأن يسكت بعد تكبيرة الإحرار أو بعد الفاتحة والصور فإحنا عندنا في المالكية قالوا لا يقال دعاء الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده كل إياه وإياه لكن دعاء الاستفتاح ده في المالكية عندنا روايتان فالمصريون ابن قاسم وأشهب وأصبر رواوا على الإمام المالك يعني عدم قراءته دعاء الاستفتاح أما أصحاب الإمام المالك المدنيون كمطرف وابن المجيون وابن وهب قالوا أو رواوا على الإمام المالك دعاء الاستفتاح روا عنه إيه؟ أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح وهذا هو الرابح لأن طبعا والدخالي والمسلم والموطر وغير ذلك من كتب السنة دعاء الاستفتاح وهو كثير رواياته كثيرة يعني أقلها سبحانك اللهم وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرثا وأصيرا يقولها بعد تكبير الإحرام نفس الله في العمر لما قالهن رجل فقال عجبت لهن اللغة السلامة عجبت لهن يلثما تركتهن بعد أن قال رسول الله عجبت لهن فتحت لهن أبواب السنوات اللي هي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرثا وأصيرا يقولها ثلاثة وفيه طبعا دعاء التوجه وجهت وجهه إن أجد لي فترة السنوات ورأت أحريفهم أنا من المشكين المصادات والمسكين وأحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شديك له وبذلك أمرت أنا أول مسلم أو وأنا من المسلمين يعني يلوز أن يقول أول المسلمين يعني أول المقادين إلى أوامر الله تعالى لكن النبع صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يعني أول من أسلم لله تعالى صلى الله عليه وسلم يعني يختار أي صغر من صغر إيه؟ لست فتاح اللهم أبعد بيني وبين الخضايائك أنا أبعد لي المشرك والمال اللهم أنقلي من الذنوبة الخضايك ما يمنقى تثور أول المسلم اللهم أرسل في حياي الماء والثلج والمرض كل هذه أدعية لست فتاح فإحنا موجودة في لوائع الإمام مالك رضي الله عنه لأصحابه المدنيين أحسن واحد يقول إيه؟ المالكين عملا همشوا على الصفح لا، إحنا عندنا نبعاء الصفح متتوقع في بعض الملكية يعني في المغاربة أو في أفريقيا يعني علمهم بمدهب المماني محدود فجيهم يتعصبون يقرأون مثلاً بعض كتب المانيين واللي ما يلاقيهوش في هذه الكتب ما يرداش يأخذ من حد لكن بهذا جهر المفروض ما دام أنت هتتفقع على مدهب المماني يبقى لابد أن تقرأ يعني كل أدلة المماني وكل روايات المماني لأصحابه المصليين وأصحابه المدنيين لكن تتعصب من غير علم يبقى هذا تنطع وهذا كان المتنطع السنة الرابعة عشر الزيادة أو الزائد على التمأنينة هذه آخر السنة هي مقام أربعة عشر نقولنا السنة مقدر الفراد الفراد أربعة عشر والسنة أربعة عشر السنة تمانية منها مؤكدة وستة منها خفيفة سنة خفيفة بمعنى أنه لو اتركها لا سنة عشر الزيادة على التمأنينة الواجبة بقدر ما؟ نحن قلنا طبعا مقدار التمأنينة مثلا استقرار الأعضاء استقرار الأعضاء زمنا ما لكن في الركون والسجود مقدار التمأنينة سلاس تسبيحات يتنفس بين كل تسبيح للحديث الذي يرونه أصحاب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحانه ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد أحدكم فقال سبحانه ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه أدناه يعني أقل شيء أقل شيء يفعله أن يسبح ثلاثا في الركوع ثلاثا في السنة سبحان الله العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سبوح القدوس الرجل الملائكة والروح في الركوع ده أو يقول اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي كلها دي أذكارك والدك في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة قوية أو يقول سبحان الله العظيم وبحمد أو سبحان ربي العظيم سلاسة ده اسمه مقدار ايه؟ التمأنينة التسليح حكمه ايه؟ مندوب للمندوبات كما سيئت لكن احنا بنتكلم على مقدار التمأنينة طيب، يبقى مقدار التمأنينة ثلاث تسليحات يبقى اللي يلقص على مقدار السلاسة ثلاثه ايه؟ باطل يبقى عايزين سنة نحن عاد السنة اللي هي نتكلم فيها الزيادة على الطمأنينة يبقى أقل شيء يسبح تسليح أو اثنين يبقى يسبح لكن طبعا إن الله وطن يحب الوتر يبقى يسبح خمساً أو سبعاً يبقى كده أتى بإيه؟ بالسنة يبقى لما يسبح خمساً يبقى أتى بالفرض والسنة يعني مقدار مقدار الثلاث فرض مقدار الاثنين سنة يسبح على الركم ثاب الركم ويسبح على التسبحتين ثاب أين؟ السنة خلوا بقى لكن مبالش تسلحى السبحان الدور تسبيحة أوقع ما كملش للفرض ممكن يقول سبعة سبحانا 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 يقول سبعة ومجابش الرقم خلي بقى يعني في واحد يسمعش ان ده السين او بس بس هذا التهريج بالصلاة قد افلح المنون الذين هوا في صلاتهم افلح المنون الذين ينتبه بمثل هذه الاشياء لا لا ما فيش ما فيش رأي بيقولك بعد كلام البصد سيدنا الزام احمد كان يقول لا كلامي احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو في رأي شاسقاء بالتسبيحة واحدة ثويلة لكن مردود يعني نبعى سبحان يقول اذا ركع احدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوره ذلك اثناء ويجي واحد يقول من سبح مرة فقد اتى الوجد يبقى كلامه ايه مردود كما بشاهد ان يقول الله زينوا كلامه بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتبعوا يحكموا اي كلام كان مردود حتى قول الصحابي لو كان شيء يعارض الكتاب لا يوفر ذلك فذلك يقول لك انفرد بذلك مثلا ولم يوافقه احد من الصحاب انفردت السيد العاشة بذلك ولم يوافقه احد من الصحاب يبقى ما تناقص بقول الصحابي اذا لم نجد شيئا وعدا في السنة هذا هو الايه؟ الحكم بالفقه فالزيادة على التمعنينة سنة اخلي بالك عن ايه؟ عشان برضا ما تسرعش في التلات تسبيحات فتبطل صلاة الله ليه؟ لانه يعني انه رعى صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى من لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السيد انه لا يتمهن يعني ورد المسيئة في صلاته لانه كان ينقر الصلاة كنقر الدي ولا يطمئن لا في الركوع ولا في سيد رده سلاسا يقول له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي كلمة لم تصلي عن الصلاة ايه؟ ضاطئ ولما اعترف انه لا يحسن غيره اتى به صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يصلي علمه في ركع ثم قال له وفعل ذلك في صلاة كبيرها صلى الله عليه وسلم وعن ذلك سيدنا عمر كان يقول المصلي كثير والمقيم لا قليل المصلي كثير والمقيم لا قليل يعني لو غربت صلاة الناس 90% تجد صلاته الباطلة ليه؟ لانه طبعا هو يدخل ويقلد الناس الذين في المصلي ولم يتلقى كيفية الصلاة في مجلس حين انما هو ينظر الى الناس ويفعلوا ايه؟ مثلهم ولا عارف الفرد من السنة ولا عارف ما يرتب السلام وما يصححه وكما ترى الناس يعني تسلي ركع مثلا اذا انت حاضر الدرس تسلس رسحه هو يسلي أربعه ويسلم انت لسه فأول ركع يبدا صلاة سمين شوف انت انظر كده الى الناس الذين لا يحضرون مجالس العلم وتعاصر انت ركعة كما تعلمت في مجلس العلم وانظر الى الذي لا يحضر مجالس العلم طب انت في اول ركعة من مجال المبالجة وهو سلم يعني الإمام يقول السلام عليكم السلام عليكم على ما ارتفت الإمام يلاقي واحد بيركعه طب متى قرأ الفاتحة والسورة؟ متى قامت الى ركعة؟ من غير مبالغ هذا ماذا رأم الأعيون؟ طب كيف قرأ الفاتحة؟ احنا قلنا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والإمام طبعا مش من حقه يعطي المقنونين ظهروا بسرعة ومنفوت كده يلاقي واحد بيركع ودنين وثلاثة ما ظهروا يسروا كيف يعني؟ يعني المقبض التسلمتين هو قرأ فاتحة وسورة؟ لأن هذا عليه ركعة الأولى ولسه الثانية الله أعلم ثالثة ما نعرف لكن المهم عليه ركعة الأولى هذا مقاب يبقى عليه ركعة الأولى فاتحة وسورة طب فاتحة وسورة تبقى بالتسلمتين؟ جملتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ده يلسه يقولين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بس طب كيف كمل الفاتحة والسورة وركعة؟ وعدين ده هو مسؤول عن المفاتحة الفاتحة بالنسبة له المسلوب ده ايه؟ رق 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 يبقى ترك رقنا من أركان الصلاة ليه لأنه طبعا؟ جراها كالفاتحة التي يقرأها الناس وبايع الشرع يقول له خلاص؟ خلاص الفاتحة على الضالين بس جرى الفاتحة هو قرأ الفاتحة هكذا يتعرفش الزالين الله أبقى هو الشيطان طبعا يلبس على الزالين هكذا يلبسوا عليه الصلاة لأنه جل أبو أدرينا لهم سراطك المسلوب فهو يجي هنا يفسد ايه؟ الصلاة قالي معنى كلاب سيدنا عمر؟ المصلي الكثير والمكيم لنا؟ قلبي أسأل الله في الفاتحة في الفاتحة وفي الفاتحة وفي الفاتحة وفي الفاتحة ترجمة نانسي قنقر